نصعد إلى المنصة وعدتني بالالتزام بأربع إلى خمس دقائق لكنها على ما يبدو خدعتني ومددت الوقت تلقاء نفسها شكرا جزيلا لك سيدة إلينا بانوفا وأتمنى من الحاضرين فقط أن يلتزموا بضبط الوقت لأن المقاطعة سلوك مرفوض من المقاطع وثقيل حتى على المتابعين فأتمنى الالتزام بأربع دقائق حتى نستطيع استثمار الوقت المخصص لهذه الجلسة الشيخ حسن بوهزاع رئيس للتحدي العربي التطوع ما الذي يمثله في مجتمعاتنا العربية كدعم للحكومات حتى نستطيع أن نمضي في مبادرات تنموية وبالتالي نقل من معدلة الفقر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه العزيز دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ربي يجعل هذه الأرض واحة أمن وسلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرفني أن أرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة نجاح وتميز منتدى شباب العالم كما أشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم في الحقيقة الفقر طبعا في العالم وحسب إحصائيات وتغارير الأمم المتحدة الأرقام تشير إلى وجود مليار وثلاثمائة ألف مليون نسمة تعاني من الفقر خمس سكان العالم تقريبا يعيشون على ثلاث دولار ثري بوينتو دولار أيضا خمسين سكان العالم يعيشون على خمسة فاصل خمسة في المئة دولار في الحقيقة الأرقام يعني صعبة ومؤثرة والفقر ما في شك يعني مؤثر جدا على جهود الدول في التنمية الجائحة جائحة كورونا طبعا لا شك أثرت بشكل كبير حسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك ثمانية وثمانين مليون إلى مئة مليون تأثرة سلبا بسبب تأثيرات جائحة كورونا ما في شك بأن الجهود الحكومية لوحدهم ما بتقدر إحنا كنا يعني الدول استعانت أو يعني كان فيه ضرورة لتضافر الجهود سواء الجهود الرسمية أو الجهود الأهلية أو حتى القطاع الخاص كمسؤولية مجتمعية لذلك كان لابد من هذا التعاون وهذه المشاركة من أجل التخفيف من آثار الفقر وآثار جائحة كورونا على الناس الأقل حظا وأقل يعني معيشة وإذا أكبر أكبر يعني مبادرة استطاعت أن يعني تجمع بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهود الحكومية هي مبادرة حياة كريمة هذه المبادرة الرئاسية التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة في أن يشترك الجميع في مبادرة تساهم في التخفيف من أعباء الفقر والحاجة لستين مليون نسمة في الواقع أنا يعني والعالم كلها يشهد على هذه الشيء نحن كلنا معجبين بهذه المبادرة وهذه المؤسسة العريقة التي استطاعت أن تخفف من آثار الفقر استطاعت أن تساهم في تعزيز الصحة وتوفير القذاء والسكن الملائم ويشرفني كاتحاد عربي للتطوع أن نكون سفراء لهذه المبادرة وأن نكون شركاء استراتيجيين من خلال أعضان المتشرين في الدول العربية أن نكون سفراء للتعريب بهذه المبادرة للترويج لمساعدة حكوماتنا في تبني مثل هذه المبادرة حقيقة أنا معجب جدا جدا بالتجربة المصرية ومبادرات فخامة الرئيس واهتمام بالقطاع الأهلي والمنظمات المجتمع المدني وليس أدل على ذلك من إطلاق فخامته لعام 2022 عام المجتمع المدني وهذا لا شك دليل واضح على تبني الحكومة المصرية للمجتمع المدني وإيمانها بدور المجتمع المدني والقطاع الأهلي والشباب المتطوع في دفع عجلة التنمية ومساهمتها في تنميات المجتمعات في الحقيقة نحن كاتحاد عربي للتطوع وجدنا بأن هناك أهمية لوجود المتطوعين ومساهمتهم في جهود الحكومية في الدول العربية حسب إحصائيات الأمم المتحدة هناك 9 مليون متطوع في عالمنا العربي يمثلون 8.2% من عدد المتطوعين حول العالم للأسف هي النسبة جداً قليلة وطموحاتنا أكيد كبيرة ومجتمعاتنا العربية تحتاج لجهود المتطوعين لذلك غام الاتحاد بالعمل على محورين المحور الأول هو استقطاب العضاء ومساندتهم وتشجيعهم على القيام بعمالهم التطوعية المحور الثاني هو التدريب والتأهيل طبعاً استقطاب العضاء وتأهيلهم ومساندتهم يتم من خلال الجوائز التي أطلقها الاتحاد طبعاً الاتحاد العربي للتطوع يشرف على جائزة بسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي وهذه الجائزة تهدف لبراز النماذج المشرفة والنماذج المتطوعة في عالمنا العربي النماذج المؤثرة التي استطاعت أن تكرس العمل التطوعي في دولها أيضاً الجائزة الأخرى هي قلادة سمو الأمير محمد بن فهد وهذه المسابقة عالمية استطعنا من خلالها أن نحن نوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب والمتطوعين والفرقة التطوعية هذه الجائزة فيها عدة فروع تعني بالصحة والتعليم والمياه والبيئة وتحسين مستوى المعيشة والتسويق الاجتماعي هدف هذه الجائزة هي التخفيف من الفقر ومساعدة الفرقة التطوعية والشباب على انتهاج أعمال تطوعية تخفف من وطأة الفقر طبعاً الجانب الثاني من رؤية الاتحاد العربي التطوع هو تدريب وتأهيل المتطوعين ليكونوا جاهزين للاستعانة فيهم في الأعمال الإنسانية والتطوعية في أوطاننا العربية ويتم ذلك من خلال الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي يقيمها الاتحاد وأحب أن أشير لي شيء مهم نحن أهم البرامج التي نفذها بالحقيقة نفذها على أرض مصر الحبيبة بالتعاون مع وزاعة الشباب بالرياضة المصرية معانا الملتقي العربي الأفريقي ترجمة نانسي قنقر